اليوم مشاهدين الكرام في هذا الموعد الرياضي سنتطرق إلى واقع التحكيم في الجزائر بعد ست جوالات ونتحدث أيضا عن لجنة المركزية للتحكيم لماذا رجل المناسب ليس في المكان المناسب كل هذا مع ضيفي الكريم الذي يتواجد معي لأول مرة في سوديو النهار حكم دولي شراء دولية حاملها لمدة سبع سنوات وحكم في مسيرته التحكيمية خمسة وعشرين سنة تصوروا هذا الرقم الله يبارك نقول من هذا المنظر لمحمد زكريني أهلا بك محمد زكريني مساء الخير صباح الخير عمار صباح الخير جمهورنا الرياضي الكريم لم ننسوا أخونا مولود أنا سعيد جدا بوجودي معكم في هذا الاستيديو لأول مرة في قناة النهار بكل صراحة أسعد وشكرا على الاستضافة شكرا لك إن شاء الله ما تكونش هذه أول مرة اللي تزورنا فيها إن شاء الله تتكرر في موعد مقبلة إن شاء الله يلا في البداية نتحدث بكل صراحة على مجموعة من الأمور اليوم لجنة المركزية للتحكيم مثلا يتواجد فيها محمد غوتي لا يملك أي خبرة في مجال التحكيم هذا واقع ما نكذبوش على نفسنا كيف تعلق على ذلك بكل صراحة بكل صراحة أنا جبتني هنا باش نتكلمه بكل صراحة شكرا لك إذا محمد غوتي اللي نحيوه بالمناسبة ورئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم ما عنده حتى خبرة في التحكيم ولكن سيتانجسيونير هو مسير ومشي أول مرة ليحكم رئيس اللجنة التحكيم شخص ما هوش حكم موجودين من زمان أنا نعطيك الأمتلاة والأمتلاة حية لما كان سي بالعيد لاكارم يحكم ومراشيد مجيبة يحكم والحكام الكبار تواعناه كان رئيس لجنة الحكام سي عبدالقدر عمراني لمكان مش حكم سي محمد خلايفية حكم لجنة التحكيم ما كانش حكم سي حموم حكم للجنة الفيدرالية للتحكيم ما كانش حكم يعني ما هيش جاية غير في سي محمد غوتي وإذا سي محمد غوتي شاب روحه رئيس اللجنة ما هوش لفوتاعه هذا مكتب فيدرالي مكتب فيدرالي له الحق لازم يخير واحد وعظهم من المكتب الفيدرالي ليحكم لجنة التحكيم ونزيد روح لك إلى أبعد من ذلك حتى على المستوى العالمي كانوا يحكموا اللجنة التحكيم في الكاف كان حكمها بوشي وماوي تونسي عمروما كان حكم حتى على الفيفا جوماريا الإسباني حكمها عدة سنوات يعني هذه لكن ليس من الأحسن ومن الأفضل ومن الأجدر أنه نعينه في هذه اللجنة شخص يكون عنده خبرة كبيرة في مجال التحكيم بارك الله فيك عامد أنا أتحدث على شخصك أنت معي في الستوديو حكم دولي سابق أتحدث أيضا عن مجموعة من الحكام السابقين على سبيل المثال أمالوح واسنية حيمودي بالإضافة إلى بيشاري يعني قدمتم الكثير والكثير للتحكيم الجزائري والآن ما تشوش بأنه ركم همشين همشوكم كل صراحة كل الأسماء هذه اللي ذكرتها كلها بدون إسناء بنوزة حيمودي بيشاري واسنية طالبي كل هذا حتى فيه بعض الحكام الفيدراليين الكبار كان كذلك قدموا للتحكيم ولكن المشكلة ما هوش في الحكام المشكلة لما تدير مكتب فيدرالي من الأحسن من الأحسن في البداية يعني في البداية في البداية تشكيل تشكيلة تشكيلة المكتب الفيدرالي من الأحسن أنا عارف باللي عندك لجنة واسمها لجنة التحكيم من الأحسن أن تكون فيها حكم دولي أو حتى حكم فيدرالي ذو شخصية قوية ذو مستوى عالي يكون في اللجنة باش غضوة في توزيع المهام تجيك سهلة اللجنة التحكيم ما عنديش مسكن هاوليك الحكم الدولي هو يحكم لجنة التحكيم لما تقولي أنا يا سيمو حمد غوتي يحكم اللجنة أنا عضو في المكتب الفيدرالي ما كاش حاكم في هذا المكتب فيها ديراني داروا محمد غوتي لكن كان في نفس المكتب أنت تحدث على المكتب الحالي لتحدث جزيلا تكلم على هذا المكتب الخدم برئاسة خير الدين زوتشي كان أحد الأشخاص المعروفين في مجال التحكيم وأنت تعرف من أقصد هو سيد سين سعود كوسا كوسا اللي نحييوه بالمناسبة لماذا مثلا لم يتم تعيينه في هذه اللجنة والله سؤال تطرح لي في سؤال لو كنت أنا عضو في المكتب الفيدرالي ونسمعه أصراه في المكتب الفيدرالي لم أعينوش نجاوبك نعطيك الأجوبة الصحيحة يعني ما يحبوش يتكون عندهم أشخاص أنا ولو كنت في المكتب أنا ولو كنت في المكتب الفيدرالي حكم الدولي في المكتب ومن بعد اللجنة التحكيم يعطوها الحكم لمهوش حكم أنا أنسحب ملع لاش راني في المكتب الفيدرالي أنا حكم دولي وهذه المهام تاعي خدمتي اللي حكمتها أكثر من 20 سنة وأنا نحكم لازم تولي هذا اللي نقول من نور جاي من الأحسن أن في المكتب الفيدرالي يديروا حكم دولي اللي لازم ولا حكم نزيد نعاوب موش لازم حكم دولي من الأحسن حكم دولي ولا حكم فيدرالي ذو مستوى عالي ليحكم اللجنة الفيدرالية للتحكيم علاج باش نحو هذي تاع مش يحاكم وحاكم اللجنة باش نحو هذ القيل والقال تاع ما وش ولو كل الاحترامات للشخصيات اللي ما كانتش حكام وحكمت اللجنة تتحكيم لأن رئيس الاتحاد جزاري يقول له انت أحكم اللجنة ويحكم اللجنة ما كون ما طهلو وش لي أعطاه الوحد آخر يجيب حاكم يعطيها له ما فيش مشكل وشل رئيس هذه اللجنة يكون أنتوري يعني بحكام دوليين ولا فيدراليين ذو مستوى عالي ليقدموا الإضافة للتحكيم لهذه اللجنة انت حتوا على السؤال يطرحت لك من قبل سيد محمد سكريني قلت لك بأن أنت عندك الله يبارك 25 سنة كخبرة في مجال التحكيم و7 سنوات كحاكم دولي أنت مثلا والحكام الآخرين أنا تكرت لك مجموعة من الأسماء حيمودي وحواسنية أمالو بشاري وبنوزة والعديد من الأسماء طالبي صدراتي يا أحلال كان بزاف الأسماء بوستر وين راكم اليوم بكل صراحة هل يتصلوا بكم ولا تصلوا بكم ولا أنتم ما حبيتوش تعملوا معاهم ولا ما حبوش هما يدو الخبرة بتاعكم بكل صراحة عمر كما ليسيتهم ما كانش وحد يكون يعيطول ويقولوا لغدوة أرواح يعني باش تخدل يقولهم لا لا ما كانش منها لأن التحكيم هذه خلاص واحد عاش في وص التحكيم اللي عشته أنا في وص التحكيم أكثر من عشته مع أهلي أولادي ما كانش هل هو نداني قال لي أرواح ونقولوا لا لا كيف كل الأسماء اليوم محمد زكريني يعتبر نفسه بأنه أروا مهمش ومظلوم كم صراحة مظلوم أنا الحمد لله لبس بي لا في المعنى قاوي في المجال عليك عليها ما تعييط ليش صحي ولا ما تعييط الحاء الحيمودي ولا ما تعييط البنوزة ولا ما تعييط الأمال وش داروا هادو وش كون هادو وش هادو الحكام علاش ما هي الأسباب أعطي الأسباب شكون أنتم منعرفوش جيب جيب كل طناوات وخرجنا بالواحد ونديروه دروس للحكام علاش كل هادو أغلبية هادو الحكام اللي رامها كنا نقررهم بكري كنا نعطوهم المعلومات نعطوهم الخبرات يعني أنا عارف روحي باللي أستطيع تقديم أستطيع أنا عارف روحي تسألي الحكام مباشرة نقديلوا الميكرو ما يقدرش يقول لك آه وزكريني مليح ولا قرون فورماتير الله غالب عليه خافي آه زكريني مليح آه روح حمالها ما يهدر هاش بالصح الداخلي لما تسألهم بالتخبية بلا كاميرا تقع يقول لك زكريني يقول لك آه حيمودي يقول لك بالنوز آه عندهم خبرة عندهم تجي كما احنا كانوا مبكري اللي لا كارن بتجيب كانوا يعلموا فيها كانوا يروفينها كانوا يحكم مساعدين ذو مستوى عالي كان قائد كان أكيل كان صدراتي كان طالبي كانين كانوا يقدروا ما هو معنتها أن الناس اللي راه هادوا في اللجنة ما عندهم مستوى بنتفهم مليح لا هما كان كانوا حكم دوليين كانوا حكم فيدراليين سابقين لهم مستوى يقدم ولكن كان يدفو في بعض الحين الأسماء تلعب دور تحس في نفسك تحس صراحة للمحبة سابقين أكيد 25 سوى 20 سنة وأنت حكم أكيد كي ننجحوا في التحكم يجب أن يتنحوا إذا لم يتنحوا هذا الزج حواج مهما يكون يجب أن تنحوا ويجب أن يتنحوا ويجب أن يتنحوا ويجب أن يتنحوا هذا تحادا ويجب أن يتنحوا هذا الزج حواج يتنحوا ترى هؤلاء هؤلاء رمصريين يوم على منشها في الكوميسيون دور بيتراش ليس للكوميسيون لن نقول لماذا نكونوا في لجنة التحكم نكونوا أموم مكوينين حتى التكوين لم يكن تكونوا حتى التكوين على ما تكون أنا أحضرنا هذه الأسماء المعروفة أنا أعطيك حوالي 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 عشرين اسم ليكملوا غير في هذا من الألف من الألف عشر ورواح أعطيك عشرين اسم هنزيد نعاود حتى زملائنا اللي رام موجودين رام يقدموا في عامل رام يقدموا ولكن الناس هذه وحدة أخرين عندهم مستوى حكموا عندهم الخبرة عندهم التجربة يقدروا يزيدوا يوردوا لما تروح الحاكم تشوف حاكم في قضية الميديا تقدر تعطيله دركة هاي الفيفا طعف وش دارة الفيفا باش تحكم مبارا وطبق قوانين أول حاجة كتبتها الفو لازم تعرف كورة القدم إذا ما تعرفش كورة القدم باش تعرف تعرف كورة القدم بالممارسة اللي كنت تديرها سوف انت رك عارف رك سابق هذا اللي راجاي تعطيها الخبرات وتزيد توري له باش تزيد يافونسي هذه هي حكيني اليوم محمد سكريني واقع الحكام اليوم كم يتقاضى الحاكم في مباراة مثلا في المحترف الأول وهل يكفي هذا الراتب اليوم لما يدير مثلا مباراة مثل مثلا وفق الصيف ولا مولودية الجزائر ولا دربيات مثل الاتحاد العاصمة مولودية الجزائر نفس الراتب على كل حال في كل المباريات ماذا حال الراتب وهذا الراتب هل يكفي لا يختلف الراتب المحترف الأول يختلف مع المحترف الثاني لا نحكي على المحترف الأول المحترف الأول اليوم رأنا في المحترف الأول يا رمال الله يديتني الواحد واسمه يعني كيفاش يقوله ثمن زهيد ثمن زهيد تخيل 36 ألف دينار يتقاضى لما يحكم مولودية الجزائر اتحاد الجزائر في نهاية كأس الجزائر 36 ألف دينار تخيل يعطيه يروح من الجزائر العاصمة إلى تلمسان الفطور تعود بها يأكل يعطيه 600 دينار 60 ألف طيب 60 ألف وش جيب لك طاكوس هذا وش جيب لك 60 ألف ولا نوب يبنى الحم طيب وش جيب لك إلا أني غالط روح تاكل بـ 60 ألف وش تاكل بـ 60 ألف أي الديني أنا بروح لتلمسان روح للوتير زياني تزعم أنا حاكم راح نحكم مويدات تلمسان روح لزياني هذا ما روحش تعالى لستيلي الفوق روح غير زياني هل ندخل لزياني دي نبات بـ 2000 دينار يا طرم 2000 دينار هل نقدر نبات بـ 2000 دينار 100 ألف جمهور كريم بالعامية 100 ألف تبات أنك في نزل فيه تبات أنك فيه 100 ألف تتفطر ولا تتعشق زيد يعطيك الفطور 60 ألف لما تتعدم 100 كم لما تتعدم 100 كم يعطيك 60 ألف بـ كوائسا يسكن في العاصمة يحكم المولودية يجي مطنعش يحكم مولودية يتعدى 3 يكمل على الخمسة مطنعش للخمسة صاير لا يجب أن يتخلوش لازم عليه صوم لازم يفوت 100 كم يعطيه 600 دينار 600 دينار لوبية بلا لحم هذا 600 دينار لا تأكلوا واقف ما تريعش في الطابلة يعني لازم تحكيم من كل الجوانب من كل الجوانب لازم نرفضه يعني بالإمكانيات المادية بالإمكانيات اللوجيستيكية تخير يعني هالخطرة داروا سيمينار في عين مليلا أعطيه لهم كابا اي كي بي فيها كل شيء صدقني غير الحكام فرحه ما تي ماجينيش وعليه ما شيء في مرحلة الذهب ما أعطيه كابا وفي مرحلة العودة ما أعطيه كابا وراء المشكلة وكابا هذي شها ما تحصلوش عليها ما اللي جاءت له في دراسي هذو ما الدهو ولا عمرهم ما الدهو كابا يعني بكل صراحة من 2017 إلى يومين هذا الدهو في عين مليلا كابا أنا 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 أعطي الكلام لي رام الحكام كامل أنا بالهم حتى المسير هذك العضو اللجنة من حقه يدي كابا ما داش تنكابا حتى رئيس اللجنة أنا عضو مكتب في ديراني ما على بنيش راه هو ما لازم يدي كابا كي ما تصرا في كل دول العالم كي ما تصرا في كل دول على بانك باللي من بكري هذي كده اللي كيف مول اللباس الحكم يشري هو من راهمه يشري من جيبه هذي هو لازم نضع الحكم في بيئة جيدة من جميع النواحي من كل النواحي لما يكون الحكم خلاص أوري على باله يروح يبات في نزل في الشراطون ولا كده ويكون الماكلة كده واللباس تعال الفيدرالية اللباس كده يعني هنا دي عطيت قيمة كبيرة ولو أن الحكم يدير قيمة روحه ليسناش تلا في ديراني يدير قيمة ولا حاجة أنت تكون عندك شخصية قوية ولكن كتزيد أنت تحفزني وأنت تعطيني ونزلنا نحن في ستل 30 ألف دينار في مباراة كيف أن ندير نربيتر أنا أمام 90 ألف أنا حكمت حكمت مولودية الجزائر تحت العاصمة حكمت شباب قسنتينة مولودية قسنتينة دربيات كل دربيات الجزائر أنا نعرف لما تكون 90 ألف يجيبوا لك غنياء 90 ألف ثم تكمل ما تشدوش زلزال وراء زلزال صدقني لما يرعد سنجوي أنت تقول يا ربي لا أخطئ مع أي فريق يا ربي لا أخطئ تلعب عشرين وتمكتظ على آخر تتسلوش 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 36 ألف دينار يقولون 4 مليون لكن لديك تتسلوش تبقى لك 36 ألف دينار كل مرة أنا نادي في كل بلاتة ونروح نادي وعلى هذه الحكمة نبدأ بالشوية سنة هذه نعطي عشر ملايين نعطي عشر ملايين لوتين نعطي تочку في اضمان هذه القناة نعطي حرف نعطي الثلوط لن يتchaft ستين الف وراء الوثيل اللي تروح تبات فيه آلاز وكتا منا دميل دينار عند الناس تأكل بيابتدي جوني تعصباح هذي اللي لازم لازم نعتني بالحكم حنا رأنا في بداية البوتولة لا بد نخمو كاشي خطرة يديروا مكتب فديرالي شامل سيد محمد سكريني نواصل حديثنا ونتحطوا على تخيمك لسرك تحكيمي اليوم بعد ست جوالات من البطولة الوطنية بكل صراحة تخيمك نقيم التحكيم في ست جوالات ولو أن التقييم يكون دائما بعد عشرة بعد نصف مرحلة اللعب لا يوجد مشكلة بعد 18 جوالات تكون 19 جوالات تقدر تخيم ولكن لا يوجد مشكلة لا تنسى في ست جوالات 60 مباراة نلعبنا 57 مباراة اللي لعبناها ما زالوا تلت مباراة متأخرين هي أولمبيندية شباب الوزداد شباب الوزداد شباب قسنطينا وشبيب التصورة مولودية الجزائر هذه التلت مباراة اللي زالهم لعبناها 57 في 57 مباراة هذه حكمها 24 حكم فيهم حكام اللي حكموا أربع مباراة أكبر العادة في حكام حكموا تلت مباراة في حكام حكموا مباراة مبارتين وفي حكام حكموا مباراة واحدة في هاد 57 مباراة بدون احتساب المباراة المتأخرة هذه الأخرى المتأخرة الحكام خرجوا 192 بطاقة صفراء اللي خرجوها وخرجوا سبع بطاقات حمراء بدون احتساب المباراة الآخرة ومنهم بدون احتساب بطاقة حمراء تحرق باش نكونوا متفاهمين هذه حتى الجولة السلسة بدون احتساب المقابلات اللي تلعبتها لأنه باش تحتسب رسميا دم مباراة إنذار ولا مداش لازم يخرج في الجريء بدأ الرسمية على الرابطة هذا هو الرسمي لأنه قادر حاكم يمج بطاقة صفراء يروح للرابطة بعد دراسة الملف بعد الطوعون تلغى هذه البطاقة لهذا لابد علينا أن نتأكد بوجود البطاقات في الجريد الرسمية تسجل 108 هدف وفيه عدة انتصارات خارج الديار يعني كائن حكام أخطأ قليلة جدا وإنه أثرت على شوية على نتيجة المباراة يعني أثرت شوية مباراة